بسم الله الرحمن الرحيم توسيع النشر لمقال استقالة الدكتور عموان الجره بسم الله الرحمن الرحيم سيادة السيد رئيس الوزراء بواسطة سيادة السيد وزير التربية والتعليم الموضوع استقالة أتقدم لسيادتكم باستقالة عن منصبي كمدير للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي وذلك للأسباب التالية 1- عندما خام سيادتكم بتعييني في هذا المنصب في 17 أكتوبر 2019 بناء على توصية من السيد وزير التربية والتعليم 1- ظننت أن سيادتكم قد اطلع على سيرة الذاتية التي أرفقها لكم السيد الوزير مع توصيته 2- واتضح لكم منها أنني مؤهل أكاديميا لتولي هذا المنصب 3- كما أنني من ناحية أخرى مؤهل للعمل في حكومة جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة 4- لأنني كنت من الدعاة لقيام هذه الثورة والحريصين عليها الذين لم يهادنوا النظام البائد منذ أن جاء وحتى أطاح به الشعب السوداني العظيم 2- وقبل أن أتولى مهام وظيفتي قامت جماعات فلول النظام البائد علي 3- وطالبوا بعزلي بسبب أني جمهوري 4- وكأن المعتقد أو الفكر السياسي يمكن أن يحرم المواطن تولي المناصب العامة في ظل النظام الديمقراطي 5- ولقد كنت أتوقع أن تتدخل أنت أو مستشارك الإعلامي 6- فتدافع عن حقيقة مواطن في تولي المنصب 7- ما دمت كفئا له بغض النظر عن رأي الآخرين في أفكاري الدينية أو السياسية 7- ولكنك صمت 8- ومن تلك اللحظة بدأت التنازل للهوس الديني والتخاذل عن مبادئ الثورة 8- وبعد تعييني بعدة أشهر قامت الموجة الثانية من الإثارة والتكفير 9- وتم فيها تهديدي بالقتل 10- وذلك لأن فلول النظام السابق وبعض أئمة المساجد ذكروا زورا وبهتانا 11- أنني حذفت القرآن من المقررات الدراسية 12- ولما كان المركز القومي للمناهج والبحث التربوي يتبع لمجلس الوزراء 11- وأنت الذي قمت بتعييني 12- فقد كان واجبك أن تستدعيني أثناء الزوبعة وتسألني عما يحدث 13- وتطلب الاطلاع على كتب التربية الإسلامية لترى هل تم حذف القرآن أم لا 14- ثم تتحرى عن خطتنا لتنقيح وتطوير المناهج 15- وكيف تتم ومن هم أعضاء اللجان التي ستضع المناهج 16- ولقد اضطررت حين لم تدفع حكومتي عني أن أخرج للإعلام بنفسي 17- وأوضح بأنني لم ألغي القرآن الكريم 18- ولكني أطالب بتخفيف السور الحفظ على الأطفال 19- وتفهم الشعب ذلك ولم يعد الفلول يثيرونه 19- وحين ثارت الزوبعة الأخيرة بسبب الصورة مايكل أنجلو في كتاب التاريخ 20- قابلت مستشارك الإعلامي الأستاذ فايزة سيليك بمكتبي 21- وعطيته نسخة من كتاب التاريخ ليطلعك عليها ويشرح لك وجهة نظري في الموضوع 22- ثم اتصلت به بعد يومين 23- فقال أنه أعطى الكتاب لمدير مكتبك وشرح له الوضع 24- وكان اختراح مستشارك الإعلامي هو أن أخرج للإعلام 25- وذكر أن لديه برنامج تلفزيوني سيستضيفني فيه قريبا 26- ولغد انتظرت حين اتسعت دائرة مؤامرة وزادت الإثار والاستعداء 27- أن تستدعيني وتسمع مني 27- لماذا قام عدد من آئمة المساجد بتكفيري وإهدار دمي 27- بما فيهم أعضاء مجمع الفقه الذي وصفته في تصريحك هذا 28- بأنه يرفض التطور والغلو 29- ولكنك لم تفعل 29- لغد ذكرت أنك قد تشاورت مع الصوفية والختمية والأنصار 30- وأنصار السنة والأخوان المسلمين حول المنهج 30- أما كان الأجدر بك مهنيا وأخلاقيا 30- أن تتشاور مع الرجل الذي عينته مديرا للمناهج 31- وهؤلاء الذين ذكرتهم من الطوائف والأحزاب 31- ليسوا خبراء في المناهج 32- فإذا كنت قد شاورتهم حول الأثر السياسي والاجتماعي والمعاني الوطنية العامة 32- التي يجب أن يحويها المنهج 33- فلماذا لم تدعو الشيوعيين والجمهوريين والبعاثيين والناصريين لهذه الشورى؟ 35- هل ثار الشباب وضحوا بأرواحهم ليأتوا بحكومة يشاور رئيسها الإخوان المسلمين وفخها السلطان من أمثال نائب رئيس جماعة نصار السنة الشيخ التكفيري محمد الأمين إسماعيل 36- الذي تملأ صوره مع الرئيس المخلوع الأسافير؟ 37- تشاور هؤلاء في وضع المناهج التي يفترض أن تحقق أهداف الثورة التي أطاحت بهم؟ 37- أما كان الأجدر بك أن تشاور ليان المعلمين ونقابتهم ومدراء التعليم في الأقاليم المختلفة بدلا من مشاورة الأخوان المسلمين 38- الذين صنفهم العالم كجماعة إرهابية وأنصار السنة الذين اعتبرتهم السعودية من أخطاء الماضي؟ 6- وأنت تتحدث عن تكوين لجنة قومية تضم التربويين والعلماء المتخصصين وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع 7- فهل اطلعت على اللجان التي قامت بتنقيح المنهج للمرحلة الابتدائية والتي ضمت 64 دكتورا من التربويين المتخصصين والأساتذة 8- ومعلمين من مختلف المراحل يمثلون مختلف الاتجاهات والآراء ولقد نشرنا أسماءهم في الصحف حتى يعلم الشعب أنهم لا يمثلون طائفة أو عزب أو جماعة واحدة 8- وهم إلى ذلك من أميز المعلمين الموجودين في السودان؟ 9- فهل ستكون اللجنة التي ستكونها أفضل بإضافة أنصار السنة والإخوان المسلمين؟ 9- أود بهذه المناسبة أن أشيد بالبروفيسور العالم محمد الأمين أحمد التوم وزير التربية والتعليم 10- الذي كان مشرفا بأرائه الثاقبة وفكره الوقاد على نشاط المركز القومي للمناهج 10- ولقد ساعدنا في كل خطوة من خطوات اختيار اللجان التي وضعت المخررات ووقف معنا بشجاعة ودون تردد في وجه جحافل التكفير والعوس والتطرف 10- لكل النقاط التي ذكرتها وغيرها مما قد أذكره في وقت آخر 11- فإنني أجد نفسي غير مستعد للإستمرار مع حكومة جاءت بها ثورة شعبية 11- ثم ضعفت أمام المكون العسكري ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور ورأت دون الرجوع لشعبها أن تسلم الثورة التي مهرت بدماء الشهداء لقمة سائغة لفلول النظام البائذ وقوى الهوس الديني والتطرف الأعمى 11- لقد اختارت حكومتك جانب سدنة النظام واخترت أنا جانب الشعب 12- وشكرا 12- دكتور عمر أحمد الجرائي المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي